وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 664 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 126 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 49 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للبيع وللأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تم ضبط أكثر من 49 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 8 أطنان وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن من الإسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 444 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التامنية المتعلقة بغيش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 16 طنم ترجمة نانسي قنقر